أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيل مكرم أن الحفاظ على حياة الطلاب المصريين سواء في روسيا أو أوكرانيا له الأولوية القصوى مشددة على متابعة القيادة السياسية وبصورة يومية للمستجدات وإصدار تكلفات بدراسة موقف الطلاب المصريين لبحث جميع البدائل المتاحة للحفاظ على المستقبل الدراسي لهم جاء ذلك خلال تواصلها عبر تطبيق زوم مع ممثلين عن الطلاب المصريين الموجودين في مختلف المدن الروسية للإطمئنان على أوضع أعضاعهم في ضوء تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وفي إطار توجهات القيادة السياسية بمتابعة أبنائنا بالخارج والإطمئنان على سلامتهم واستمعت نبيل مكرم لمطالب الطلاب خاصة في مسألة التحويلات المالية وسحب النقود عن طريق بطاقات الاعتمان إلى جانب أزمة سداد المصروفات الدراسية أو مصروفات تجديد جوازات السفر وذلك بسبب الموقف الراهن وتداعيات الأزمة الأوكرانية